أحسن الله إليكم بسؤاله الأخير يقول هل ثبت سماع الموتى بنصوص القرآن والسنة؟ وهل هناك فرق بين سماع أكرم أهل القبور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبين موتى عموم المسلمين وموتى الكافرين؟ أرجو توضيح تلك المسألة وجزاكم الله تعالى عن المسلمين خير الجزاء أمور الموتى وأمور القبور هذه من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله ولا يجوز أن نقول فيها إلا ما ثبت بالدليل ألا ندخل في هذا الموضوع بدون دليل يدل على أن الموتى يسمعون أو لا يسمعون أو يعرفون من يتيهم أو لا يعرفون لابد من أدلة صحيحة وإلا فالأصل التوقف في هذا أن هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى